الخامسة وتتا عشرين دقيقة دونك شمدوا ساعتنا اللولا كالعادة بإخر الأحبار والغيكاب للأربعة وعشرين ساعة الأخيرة في دون صحاتها في العالم زيادة توت سويت فصحيح من الغالط صحيح من الغالط إخر تحيين لوزارة الصحيح أنا برش عمالي نشطلع البلاغات خمسمية وتسعين إسابة جديدة هذين هنلاحظت إخر بلاغ خمسمية وتسعين إسابة جديدة ومن ألف وتمانمية وأربعة تحليل مخبري متفرحوا شيسر معتها في سنة الاشتر أك ألف من أخدش من إسابة لا أقل مشتر ألف وتمانمية وخمسمية وتسعين إسابة أقل أما الرقم اللي مزين مفزع مفزع برشة عشرين حار دوفيت في أربعة عشرين ساعة هذي هو تقريبا نفس الأرقام قاعدة تعاود ممكن تماش برشة تحليل ألف ثمانمية تحليل شوية خطر ما سنسين نعمل وفي ستة ألف تحليل وخمس ألف تحليل في اليوم لكن مرة هذه أنا شفنا فقط ألف ثمانمية وتحليل ستمية إسابة تقريبا خمسمية وتسع وتسعين إسابة وكما قلت أنت مروى الرقم والعدد حالة الوفيت في أربعة عشرين ساعة هو اللي معتها النجم ونحكيه فيه شوية خطر مرتفع وولينا نحكيه في تونس كل يوم تقريبا في عشرين حالة وفيت أو خمس ألف عشرين حالة وفيت فذي هو الحقيقة معتها مثلا ماش تساعد في الكورب معتها قاعدة تقريبا هي بيدها نفس الأرقام قاعدة تعاود في تونس لكن الأرقام هذه مزال تخوف نحكيه على عشرين حالة وفيت في نهار اللي هي عدد مرتفع وان شاء الله تيح ان شاء الله الإجراءات اللي زادوا ومدّوا فيها هما معناتها التلاتة أساميع تقريبا إن شاء الله تساهم في أنه نقص شوية معناتها في انتشار فيروس كورونا في تونس شاء الله ميل؟ إن شاء الله بو كل عادة معنا في ثلاثين بالمئية وثلاثين بالمئة هيا بيدا معناه التحاليل شوية والعدد براسك هو بيدو معناه الف وثمانئمية تلقى علم ستمئة معناه سلص بالضبط معناه. يعني آآ اليوم آآ العدد الوفيئة زادها هو بيدو. معناه نعيش في نعيش في آآ في حالة ما نيش نقول مستقرة معناه حالة باية معناه نعيش في نفس الوضع. الوضع هو بيدو. لا زاد لا نقص. هذا ما يوري انه القرارات اللي اخذيناهم لنفعت لذرت. تتفي. لذرتنا زدنا لنفعت طحنا. هذي. قعد معناه قرارات اللي اخذيناهم الكلة تنفع لا تضر. المهم ما تضرش را ما تضرش في حال ذاتها. يا ما ماذا بينا تنفع. احنا ماذا بينا قرارات تنفع. ماذا بينا بيسور. تخطيك ما تضرش تبقى هاكا هاكا مضروري. حاجة الوحيدة اللي خليت ممكن ما طلعتش. مم. الكوغب ما طلعتش. هي. ها ما قعدت. به. تنتم مع تمديد في تتاوين تم تصنيفها كما ناطق ذات خطورة مرتفعة جدا. هذي لأكتته لدرجة هي للسحب تتاوين تازي تعتدي سابت فيروس كورونا مع تمديد تتاوين جنوبية والشمالية ومع تمديد غمراسن اللي تم تصنيفها ذمن وانا قلت خطورة المرتفعة خلال الاربعتاشن يوم من الاخرانين ودعاة الدرجة هوية لترورة الاتزان بلبس كماما وتباعد الجسدي وغيره. دونك الناس تبع فينا من تتاوين تحديدا هاكا في بيركم دونك تلسة المعتمديد هذو مع تمديد جنوبية والشمالية ومع تمديد غمراسن مصنفة ذات خطورة عالية جدا. شمعنية عالية جدا؟ معناتها راه ويظهري على زوز مواطنين لان هذين اسمع في مداخلة اليوم في في احدى الاذاعات يقول لك على على ثلاثة مواطنين فم مواطن مريض معناتها راه وخطر مناطق صغيرة كماما مش كبيرة اكبار برشا. دونك فريمان يلزم يحضره دباله والخروج يكون ضروري القصوى وحتى لي مضطر انه يخرج يخدم اليوم عام ياخد اجراءات القدر. هو التونسي يلزم يتعامل اليوم على انه المرض موجود في كل بلاسة في تونس. اذا وصلت خرجت معناتها من الدار. هو حتى في الدار. سامحوني. دي جا تتعامل للمرض موجودة. حتى في الدار يزمك تتعامل معناتها باقل ممكن. اه بخطر ما تدريش عليها تنجم تكون انت اه خرجت لبرة وتعرضت معناتها. اه خديت العدوى ورجعت للدار. دي ما واحد يتعامل معه روحه على اسس هو مريضه اللي يقدمه اه مريض باش اه معناتها على الاقل نجمه نحده شوي. هذاي المنطق اشنا ويقول. ويلزمنا اليوم نتعامله بالمنطق هذاي على في نتاق معناتها نحكي على تونس الكل في المنطق الكل تقريبا مش بالضرورة معناتها الا ما نقول وراه ثم منطقة حمراء او منطقة خضراء انا اليوم بنسبة لي تونس منتشر فيها فيروس الكورونا انتشار كبير. واسع وموجود في كل بلاسة وفي كل المعتمدية في كل ولاية الكورونا في تونس. اليوم تقريبا مثلا حتى ولاية سالمة من الكورونا. دونك المرض موجود. والفيروس قاعد يدور. يلزم مواطنين الكلية تعاملوا على اساس انه الفيروس موجود في كل بلاسة في تونس. والله انا في دارنا اتعامل على هذا الاساس يخطوينك سوحدة قدر نخرج وقدر نخدم والله العظيم روح البيتي معناتها نشد بيت وما نقربش العائلتي. اي احسن حل احسن حل. باش النسي فموزدك فاش تصار وما نقربش العائلتي ونرد بالي على الاخر وفي مخي لان دي محاملة للفيروس خطر الله هو اعلم وربي يسترني ويستركم ويقدر الخير اه الناس كل. اميك. انا كيف? نقرب الحد فضاء ما يقربني حد. نارف عليه. لا بالحق اختانتها من اه اه اول نصيحة اخذيناها الظلم اللي يجي الفيروس. كل واحد يتعامل على اساس انه هو مصاب بالفيروس اذا معناها اول حاجة يبعد على العباد مش ما يضرش العباد والثاني حاجة اصددها هو اه ما يحاولش يقرب من عبادي نجم يتضر منهم. معناها ديما اه نتعامل على الامقابل المريض وانا مريض معناها مش النجم اه انه نتفاداو الفيروس اذا وهو للاصف ما رايش قاعدين نتعاملوا بها برشة توفي تونس نحنا الحكاية هذه ما هاذا اللي يلزمنا نعمله. اه ان شاء الله رب يقدر الخير وان شاء الله ما نزيدوش نشهدوا حالات اخرى بكه. nós إجرائيات جديدة جميلة تتأخذ نعم سيخطو فيما يخص المسافرين في منتا مع تحيين كوالواضع الوبائي دونك دي معونسها دابتون ناخدو إجرائيات جديدة الخطوط التونسية دعات المسافرين على متن تأييراتها إلى إسبانيا تحديدا إلى الإتزام بحزمة الإجرائيات الجديدة ليقارتها الحكومة الإسبانية من بينها تعمير استمارة صحية شخصية غير قابلة للتحويل وأضافت نغة الوطنية الجوية وفق بلاغ نشرته اليوم على صفحتها على صفحة الفيسبوك قالت يمكن تحميل هذه الاستمارة من موقع الويب آآ موقع الويب المخصص لها ويحسن مسافر على ملئه للاستمارة وتوقيعها على رمز الاستجابة السريع المرتبط برحلته واللي يتعين عليه حفظه في الهاتف جوال متاعه وتباعة النسخة متاعه بيش تستهر به عند سلطات موين الجوية الاسبانية آآ بيش معناها تزولي عند كود آآ كيمة الكودة باخ في تليفونك تستهر به للموقع كي توصل للمتار السلطات الاسبانية اي سلطات الاسبانية بيسوك بيش تسافر من هوني الاسبانية ولفتت الخطوط التونسية لانه بشي يكون لي زي منع المسافرين على مات الرحلات هاي الاسبانية القيام من داية المتاتة وعشرين نوفمبر بتحليل كوفيد ازنا في معروف تحت اسم بيسايير قبل ثين وسبعين ساعة من الوصول وتكون نتيجة سلبية من اجل دخول ارادي الاسبانية انا وفمش حاجة يخي تونس مش ملزم علينا نعمل بيسايير قبل ما نمشه لأي ديسيناسيون توا؟ لا لا هو شوف آآ اليوم تون تقول انت دولة عادل اخرى الدولة الاخرى هي اللي فرض عليك ايه دولة اللي مشي له هي اللي اه اه يزم اكتل تزم بالاجراءات الصحية اه متاحة او كيما اسبانيا عند اجراءات فرنسا عند اجراءات ايطاليا عند اجراءات وبلدان العالم كل عندهم اجراءات كيما تونس عامل اجراءات للناس اللي تدخللها اوكا ولي حب يمشي يلتزم بالاجراءات اذي كوكا انا عندو كا نعرف برشاني ستاو راجعت دور شوية وطول عندهم مخدم ولا يقرأ ولا غير واسبانيا ولا البلدان لاخرى باريز وغيرها دونك اه اه حبيت تمنطرن يبدايوا على علم بالاجراءات الجديدة باش يقرروا وحسبهم زي دائمين هم زي ايه بار عاليا ديسيبانيا بيانتو اللي مشي لسبانيا يهمهم انه يهمني شو انبهيك على سألتك انا فرحانة برشة بالخبار هذي على خاطر هار جو پانس لحد اللي فيت وكانوا تصلوا بيا أصحاب المطاعم في نبل وفي الحمامات بلوتو كينو قاموا باقوا احتجاجية قدام قصر قدام البلدية وطالبوا بطلبوا بسي تيسر وان معاهم معلخ بالطلبة ذا قال كي احنا ما نخدموش أصحاب المطاعم الأكل الخفيفة وفيت لي فاست فود قال كي احنا ما نخدموش علش ما نعملوش لفريزان دوميسيل فاش مش يضر اليوم المواطن انك تتعب تتليف ري في الدار عملوا الوقفة هذية وكنا تفاعلنا معهم كغاديوماد بيان سور وهذية خدمتنا تم الاستجابة لمطالبهم وقارة بلدية نيبر ترخيص المطعم وحملت ومحلت الأكل الخفيفة لبيع وتوزيع الأكلية المحمولة كم الأيام أسبوع من الساعة الرابعة إلى ساعة سابعة مساء معده يوم السبت والأحد ما نعرش عليه شمام ووقت اللي يلزم يتورق ووقت اللي يلزم يفرق وهو كقاسة وكفاتسي موش مشكل هوم هذيك شون طالبوا قال لك اخويا حتى ساعة وطالع شاي يعطينا مانش طلبين حتى شاي مانا مش نحرقوا الكوفر الفيو وانا واحدة من الناس معهم انا ما فهمتش عاليش معده اليوم حماس محلول يبدأ بصاف قبل الكوفر الفيو بدرجين ومش معناهم الحماس تسكروا همرا هو يقضوا محلولين وفاستفود اللي بشتعمل نفس العملية بذات بشتاقف وتاخذ معنى شساندويت شوالا بشتاقف تسكروا معنى هذي موش رسطوران بشمشي تقعد راب نحكيوه على فاستفود وليفريزان ما نشوف شاليش ما مش ليفريزان ما انت انا دي ما با اكزابل شخصو في الويكاند مبل خمسة الستانة نبدا لواج وين بشنكل فهم حاجة اسهل مبارشة معنى فهم حاجة اسهل معنى في عوض اللي تخليه محلول حتى للسبعة وماشى من الاربع ما عاش تقعد لعبات في التواول لما التواول وليجي هز حاجة ويمشي سيا وودني ما تقعدش حتى نهار كامل هزو ومشي خدمة تبجيني غالمون لي فاستفود امين ايه معنى فاستفود ايه اسم اوكلة سريعة معنى تنجم ماش مكش بتعمللها طاولة وكريسي تنجم تهزها تيفش تكلها كنت تكلها لغادي تيفش تكلها في دارك ولا تكلها في بعض البلايس دونك اه كانت معنى لوجيك عالاخر معنى المطلب متاحهم عمان با حتى انك تعمل تخطر هي تكلفلك 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 كل شيء هيك على بلاستيك موجود خوي ابرتير من الاربع انا حتواول ام ابرتير من الاربع اتسار بي كان اه هز قضية ايه صحيف معنى هز حتى حمامات مش كان بلدية نابل زادها بلدية حمامات ايه نبيعة جمهورية كام لعظم ايه واليوم زاد عامله هو مواقف حتيجاجية اليوم الصباح مرأة مقر بلدية الحمامات ايه هو تم رفع معنى هجملة من المطالب اه متاحهم للنظر فيها على كل ندي ما نقولها معنتها اه ما نجمش نكون الا في صف الكاد يحين هكيك اكيد اه اه وانا معاهم ومتضمن معاهم خطر اليوم بساكني هما يخلصوا في الفاتورة اه ساحب المقهى وساحب المطعم اللي هم وراهم دي جا عائلات تسير وذنك الناس اليوم ما صف وار عليه فيش هو قاعد يعاني كيفش شوكل صغاره وكيفش تلهاب عائلته اليوم اه من اللي كانوا يخدموا ثلاثة من الناس ولا واحد برك يخدموا على وقت برك وصف وار شنية الامور متاحهم والخلاص هاي وثمى ناس ماغ وبطلة تخدمها خاصر تخدمها عندي الارقام قد ديش من واحد تنصر واضيفته في تونس في ازمة الكوفيدا ديش وياخر تنقلكم على الان اي اثارها الاقتصادية راو اه صعيبة صعيبة برشة مع الاسف في تونس كل التضامن معاهم ان شاء الله يلقاوا لهم حل خطر بالحق رامي عنيوا اه في سبقة اولى من نواحة تونس اول مرة تاخذ قرار وحيد في العالم عملته كان تونس لتصدي لتفشي فيروس الكورونا معانتها جميع الدول العظمة ما خمتش باش تعمل اللي عملته تونس اليوم اه وقام التونس باتخاذ هيدا القرار باش تحد من الكورونا اول مرة نعملو لا 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 حاجة اخر حاجة اخر لا تكونك لا على البيع لا على الخاطر شنو اعملنا في تونس خذينا الات لقيس الحرارة خاصة باتارات السيارة باش نقيسوا بهم سخانة المواطن ابو ها بشو نقول لكم تفاصيل هالا للسابقة دي من نوحة وهذه اللي قال رئيس مجلس الاعلى للقضاء سي اه انه على اثر صفقة عمومية لتزويد محكمة الكيف بالية لقيس حرارة بهدف التوقع من فيروس كورونا تبين لي هي الات لقيس ضغط اتارات السيارة عرفتم ما كنت قد قد عندك هوي في الكربة ساحيك وقال في تسريح الغجوجة وهرافيم قلي على هام عجلس استماع لي اليوم صل بلجلة التشريع العام انه بعض وصل معادتين اللي محكمة الكيف لم يتم تماكن من تشغيلها فتم الاستجاب بتطبيبة مختصة ليتبين انها لقيس ضغط عجلات السيارة انو لا لا فهمتنا نضحك لنبكي سيارتك ناجم تكون عندها اللين معانات هالناس باش تقيس اسخانها ازولها ان مكينات تعجلي اهي اهي قالو نقيس باديس اللي هوية متلو عجلي هزوهم للمحك ما بيش يقيسوا بيهم سخن. اي اي. والله يلا فهمتها يكون عملها الصفقة. اي اي. وكيفيش سارت وكيفيش تتعدى عليهم حاجة كما هيدي. صحيح تعايتوا لطبيبة بيش فهموا مانتها. بهار هومة هوم مسكن ومنين يعرفوا. منين يعرفوا صحيحة انا بيجي كنا. اما اللي مخذين الصفقة ولي هزي شنيدي مانتها تتزلون فو. والله يلا فهمتها لنضحك لنبكي في البلاد. اي اي. كل مرة انا اسمعها غريبة. تسمعكم مرة غريبة. ام. غريبة. والله العظيم غريب. شاء الله تصدلهم الالات الصحيحة لقيس الحرارة ساعة المحكمة. وان شاء الله اللي يعمل الحكاية هذي وما يقول الناس سوءتا فيهم وحدا كانت سوءتا فيهم ممكن بهم صعيب شوية. يوم يوم باش عادي كوماند كيم لما تعرك شريكة وتقول لي غلط في في البروديوية. شيش ناري غلطونا في الكل الوحد. نطلع اوش نقيصوا لكل معايا تعجيلي احنا من اه من او الكورونا. انا ما عندي قفية. دي ما ستاو تاتين او ما تباصل اربعة خصر. ايه. دي ما خانس تلاتين فاصل اربعة وعش تعتفي الضغط. ايه. 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 كنت تعجيلي دارلي بالراس. احنا راسنا معناه الناس كل ما فهميش نفس الفورما. ايه. والله غريبة والله. ايه. دي كغراف ديك دي كمعنديش فيها حتى تاوهكة تاوه معناتها. اكبر كثة في يجرب. قلنا اجبني لكم اللقاح بتاع الكورونا يطلع مثلا بتاع الحصبة ولا. سور واحدة عادي لقعة للحصبة. بيت الحاجات هزا متخلي اه. في قتهتاز. بيانسور. ام. ليه وهزاهم المحكمة معنا. بشي ديريك. بشي ديريك. عبدو. شي قد مقاذيب الواحد بديركتم. ايه. كيشو ضغط متال العجيلي. شتانة مبين. ما فرق كبير. وما لقلي عجيبني. ما كينا تقيس سخانة متاع انسان. والاخرى تقيس هوافية عجلة. ام. ام. اجيبهم بعضهم. ام. مع انتها ثم احاش تشريم الفرماسية. الاخرى مين تشريب الله ديك ام تعالى. ولم نعفهم عالكرب بات يخذها. اه اللي يبيع اقطع الكراب. اللي يبيع اقطع الكراب بأس. مع انتها ثم فرماسية وثمات بيقطع كراب. والله العظيم شي. هم شنو هو خاطر السيد اللي يخذيها باحذ اله. الله اللي عمي. باحذيها فرماسية. اسمع قلكم مليد. قالوا لو يمشي راي فلين يغلط. عوز ادخل الفرماسية خلط للك امتاع اللي تنفخ. امتاع اللي تقيس. مش معقول او هانتها. اخي اعطاه اللي تقيس العجلة. نقولكم حاجة لدي عندي بحثة في كرهابتي طيب. بعد برب ينجرب وشوفوا تخرجنا امان. بيه? بيه? تنبيعوها. غريبة ولا العظيم غريبة. ام بعد الضحكة يصدم. ويبكي. وقضية هزة الشارعة تونسي كل. ما نحكيوش عليها. ما زينا نحكيو على بركاجة قاتلة. ما زينا نحكيو على الناس ميتت في براكاج. ميتت في وبعد ما تم تصديت عليها. معنتها عنس من قبل منحرفين. جريمة قتل بشعة. اقل منجم يتقل عليها اليوم بالملاسيين. شيطان. اه اه اش عمل اه من عام متين وفسعين. انت ساك متاع مراحب لها. كانت ماشي الاسبيتار رابطة مع بنتها. هذو ما في تفاصيل. بعض المواطنين فيقو به وحاولوا يشدوه رميز ساك من يدو وهرب. الضحية ولايد صغير في العمر. ودايغ تصويرتو دارت. اه ما زيل في راح بش بابو. اه مشي عارضلو ووقفو معناه تبش شد اللي ينتار. يخي مراهو. الا ما السايد لاخر يذبو بساكينة في 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 راقبتو الله ويتوفي. دنك اه بانسور اه شدوه اه اوها امنة تاحية اليوم. شد في في السجوم جميع ما ما قلقيها القبض علي. حسب المطايات. اذا حي اولاد معروف. بيتم اخليقه في العقل يسر ومن يخدم في يسر. ويخدم في في كوشة هلا يرحمو. اه هزت اروحها بيت. انتفاضنا لكلنا. وتجندنا اعلام بشارع بفيسبوك بانستغرام باللي تحب انتوما. معناها التصدي لمثل هذي الكوارت هذي. وما لو اغزموه. ما زلنا نسموه. وما زلنا نخسروه. هذو ما الناس ينجموه يصول الاعلام رهوه. فمبرشة الناس ما نجموه شو يصول الاعلام. الله يا رحمه سعى يصبر عيلتو. سعى ما تلقاش الكلام. بالحق ما تلقاش الكلام. الله يا رحمه يصبر عيلتو. بطل هو. اه نعتبروه بطل خطر اللي قام به. برشة في تونس يرفضونهم يقوموا به. لكن هو تشجع. خسر رحيتو ولا غالب. صحيح. خسر رحيتو معنتها. الله يا رحمه ينعم ويصبر عيلتو. لكن اللي قام به راهو بطولة. بالحق بطولة. انه اليوم يقدم في بركاج كما هيكا. والاخر عنده سلاح ابيض ويتم الاعتداء عليه معنتها. ويتقتل. ما نجموه وكان اللي قام به هو بطولة. لكن اليوم وين ماشيين به هالفوضى في البلد. وين ماشيين به هالبركاجات. بهالناس اللي موجودة معنتها بحثة سبيتارات. بحثة مدارس. اه في الطريق العام. وتلقاهم يبركيوا ويعتديوا على الغير. وبندية سامحوني في الكلمة معنتها مسايبة ترتع في البلد ولا حسيب ولا رقيب. وين ماشيين به. كيفش تحبوا ترجعوها البلد. اخي ما تميش قانون. عنا القانون. موجود القانون. طبق القانون. مثلا ما حد فوق القانون راه. واليوم هالمظاهر متعها تفشي الجريمة في تونس ومظاهر الانحراف اللي ولينا نشوفه فيها بارتو في البلد. بارتو في البلد. مثلا ما حتى ولاية ولا حتى منطقة في منحة مع هالمظاهر اللي قاعدين نشوفه فيها اليوب. هو ما يأكد انه هذي اللي الظاهرة هذي انتشرت بصيفة كبيرة في المجتمع التونسي ولا نشوفه في العنف ولا نشوفه في البركاج جيت اللي تأدي حتى للقتل. مواليت ناس تموت في بركاج. وعلى ساك ولا مرأة هي وانسانت. منعت هي مش شاب في مقتبل عمر معنتها مسكين نوارا. ما عليه؟ قالتو كلي هو يسر متربي ويسر رجولي حاب يمنعها. مش حاب يمنع. ايه حاب يمنع معنتها من الشهامة وعنده من الجرأة. معنتها انه نجم هو يدخل في موقف كيمة هكاكة وحاب يمنع. وديور دي جاثة مبرشة رام حابه يوخل تعليف زادة للسيدة ذي اللي قام بالعملية. لكن المظاهرة ذي اللي نشوفه فيها في تونس بالحق وريد تخوف. تخوف المواطن التونسي. اه وريد ناس وريد استريسيه. معاتش عندي ثيقة في اللي ويقف جنبي. فما ناس وليد تطلع في الليميترو. بدقيقة بالليجوش هنكمل الكليم. الناس وليد تطلع في الليميترو وفي الكيران وفي اه وليد راه وتخبي في دبشها. بيانسور اه. تخبي في دبشها وتقام غتي على روحها ولي عنده مغالي والحش ناحية. فما شكون اه سطوش ولي تحط التالي في السرويل. اه. كي يطلع في مترو ويقلب ويحط القدق. اي 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 اي. ويحط يديف يجيبوا باش ما باش ما يتنشلش وباش ما يتنترش وباش عليش هذي. كل خطر موجود. موجود ومنتشر اليوم في المحطات متاع الكيران كما قلت في المدارس بحث السبيترات وغيرو اه ما عاش عقلين ها بلادنا. انا ساعات اه نجيب شو نحكي حاجة نقول نخاف اه نخاف واحد يخرش على على دينه. ومعنى الساعات واحد يقول لك هذي الساعة ما ما خيبها الساعة وكفي جيت. مم. هو هذي نحب ولا نكره واحد ديمة بالدينة بكل شي يقول لك ساعة. اوكي متفهم ما ما خيبها هكا. اتا وشنو ذنبو مسكي الراجي كان قاعد على روح وشافه مراتة براكة عمل الواجب انتاعه لأي راجل في الدنيا الشاهم يعملها. اللي هو الشي براه بمية الراجل اللي شوفنا حتى تصوير تدفو لصغير برش. حاب يعمل الحاجة ينجم اي انسان. في العالم. يعمل كيفو راب. فما اللي ما يعملو هيش وكي معاك مارو. هما برشة يخزروا يتعدى و يخاف. بانسور. هاو تعفهمنا عليش يخاف العبد كي ما يمشيش من عبد يتبرك. هو يعطيه الصحة ورب يرحمه ساعة بالحق خط ربي اه توجع برش. مسكينا امه مسكين بوه مسكينا عائلته. نحنا صحيحة غازنا وتشوينا عليهم مش قد شويت ام وبوه. بانسور. عنا تفل صغير خارج يخدم على روحه. اه شايف طفلة تتبركة مشان بشي مناحها. اه يقتلوا. خلاخر اه اول حاجة انت كنت تبركي. ايه كي يجيك السيدة داي بشي منعك من قضية. هو عبارة جيك بشي منعك من قضية. قل لك ابعد ما تبركي يجي طفلة خليه هي تروح وانت ما تدخلش للحبس. هو حبي منعك. ام. شوية انت قتلته. هو مش جيه حبي يوري عليك رجول تورا. هو جيه يحبي يمنعك ومزوزي. يمنعك انت من قضية ويمنع الطفلة من شرك. يخي شوية انت تبركي الطفلة وتقتل الطفلة. معنا ما اللي كنتش تعمل شرة عملت خليت هالدنيا. اه مرة اخرى ربي يرحمه ونعم ورب يصبر عائلته اكثر حاجة ربي يصبر عائلته خاطر انا اه اطوراني اكثر حاجة الانسان يحسره ونحنا نحكيه واليوم وغدوطة يتبدل الموضوع. اما ام وابوه زوكم الشبقاء ويعيشوا بها لوجاعة زي حياتهم كم. صحيح مالو غزمان نمشي للبلفيدير. اه بقى رواية موقع تواصل اجتماعي دولة مؤخرا عديد الصور لحيوانات ولا النفوق الحيوانات اللي في البلفيدير. شخطوا البط نحكيه. وشوفنا حتى تصويرة السيد. تذكر تصويرة السيد. السيد تقول قطوس الساعة. ولا ما نعرفش كلب عربي ولا. ما. اليوم اه في مجد صباح على غد يوم يدرجعنا على الموضوع الزي وين اكدت لكاتبها العامة لبلدية تونس. اليوم اللي بلدية تونس تحركت وتفعلت مع صفحة التواصل الاجتماعي حول وضعية حديقة الفيدير مشيرة ان العناية بالحيوانات متواصلة بفضل توجد بيت روائطة الادارية تحت اشرف مادام سعاد بن عبد الرحيم رئيس بلدية تونس شيخة المدينة. وللبارح مشيت عامل زيارة للحديقة وتفقدت الاشغال الجارية لأحداثة الجديدة للحيوانات. كما طلعت على وضعية العامة بالحديقة وظروف عيش الحيوانات. انفيت زادة النفوق البط. اللي تعتبر آآ اللي زوار الحديقة دعاتهم الى عدم القاء الفضلات في الحديقة الخاصة البلاستيكية منها. وهو لأثر على البيئة والمشهد العام ولكن ايضا الحيوانات تتناول ايضا هذه القذورات. خاصة الحيوانات العشبة وضرب ساحتها بشكل ملحوظ. واضافت لبلدية دعمة اي ترتيبي بستة بايترا كمقم بتهيئة فضائية الطبيعية للحيوانات بقيمة ثمانمائة نافة دينار وتجميل الحديقة واثراء المزون النباتي والحيواني للحديقة. هذي كل كلمة مسؤول في اذاعة. نتفهم بشيقول هاك. لكن فما برشة كلمات قالتهم حتسمعت هاليوم قالت قالت تفاعلنا مع الحملة مع حملة الفيسبوك وقمنا بزيارة شايتش هيخد تونس وزارة بالفيديو وغيرها. باي. عليش اليوم اذو ما ساعة زي اه زيلة باكمة معناه. اذو ما زيلة باكمة نتحاسب على اليوم دنيا واخرة. انا نقول ديما حتى دار مش بالفيديو. كي انك اليوم في مقدورك انك تتلهي بزيلة باكمة خاطر ما يتكلمش مسكين وحرام. اتلهي بيه ووكله. مكشي مقدورك ما تربيش. اذي بالفيديو كيملة تحت مسؤولية دولة راه. باي. قد اكتفاعلنا مع الحملة على الفيسبوك. شنو معناها? معانتها البلفيديو. اليوم حديقة كانت مهم لأ. تماما. مع العلم مشيت ما عنديش برشا. مهم لأ. تماما. وجي وني اذكروا كتساور تلاتة شهور التالية. يبكيوا. الحجر. يبكيوا الحجر. عليش بعد ما مشيت الحيوانات. وعليش ديما لازم اكل المنطاليتين بتاع خاطر تكلمه على العينين لحمية تجري شيخة تونس. محتيرة متناليها. مشيت عاملة زيارة وحطة بيجي بش تهيي الوحدة. ومشيت عاملة تزويد زودتهم ببياترة. وغيرها متاحية لهم. عليش اللي ما يصير معناها في الفيسبوك. الحيوانات كان مازالوا مساكن حيينة ذو ما صدقني. كان قلكم وعندي تساور. وعندي تساور اللي بشي كذبني اللي بشي قل حاجة انا رجم هاتبتهم اتو ماما. كان قلكم قداش الحيوان يموت يعني. عكيكة رو بجوع ولا بمرض ولا باهمال. ما فهم احد شي? كي صارت ع الفيسبوك في البلبلة? تمسيح لي. حاجة. اللي تدماغي. كي صارت ع الفيسبوك في البلبلة? سيتوتا في تونس اي تدماغي يا بو قلق. انا احنا في تونس تمسيحي تدماغي. اي. اي. اشي وريك. معنا اتحاط في تونس. والله جملة اي اصدحك تنسيح تدماغ. كي صارت البلبلة بش عطيه كمين. شنا عملو دي ريكة نطف نتحركوا المسؤول بره. ده تاول ذكرتوها البلفيدير تاول. ربي لحظة. ومتأكدتش ستا شهور اخري ما القام زدو ميتو. ربي لحظة. عليش نحنا تاول في تونس. ما عايش عنا شي. بالحق راه. يا خي. والله مش تقولوا يعني في مقارنة بينقبله وتاول. يا خي. لا نعم لو مقارنة. لما تعملش خدة تاولة وتوغدو. المنزة مزيلو يلعبو فيه. نسيني ايه المنزة. زويتن مزيلو يلعبو فين سينية قبل كان محلية زويتن يبدأ معاب المنزة. رأيك نحكيه هناك رأيك مش نحكيك على الف وتسعمية وستين وسبعين نحكي على الفين وتلاثة الفين واربعة حتى للفين وسبعة الفين وثماني. حتى للفين وتسعة الفين وعشرة مزيلو المنزة يلعبو. زويتن يلعب. والبلفيدير تهز عائلتك وتمشي اه اه ورحلات يمشي والصغار يحب ويمشي ويشوفوا الحيوانات. علش ما عاش عنا شي. بالحق. علش ما عاش عنا شي في تونس. لعط عنا ستادات. لعط عنا مسارح. لعط عنا حديقة حيوانات. لعط عنا كياسات. لعط عنا ما. لعط عنا اه ما عنا شي. بالحق عبارة تونس ماشية عبارة في حرب ومنش في قنبروية. احنا ريت في الحربة كتصير اه يصير القصف اه الدنيا الكل تمشي. نحنا مغير قصف. اه. نحنا هكيكو. هذ الكل ما عاش فيما مسؤولين خط. للأمانة. ما عايش فما مسؤولين. ما عايش عنا مسؤولين في تونس. حب ولا ناك. قبل بلفدير. تيه اللي تجرب ما لا يمرض صيد. قبل ولا تتجرح الظرف. تمشي. تمشي الناس الكل. ايه. هو شوف انا طوى مثلا البلفدير هي حديقة عمومية هكا ولا? ايه. مدام حديقة عمومية انا اعتبر انه المسؤولية مشتركة لسلامة او خلينا نقوله النظافة او اللهوة بالا بالا باللي موجود في الحديقة يعني من حيوانات وغيره. زي ده مش معقول انه المواطن يمشي اه يطايش دبوزة ويطايش البلاستيك ويطايش غيره. وراهم ما هم الا حيوانات. يعني اليوم انتي قدعت قاعد تعمل كاكرة قاعد تعتدي على الحيوانات ذاكة وتنجم تعمله مضاعفات حتى في سحت في سحته معناتها ونجم يتذر. اه ومسؤولية البلدية طبعا مسؤولية البلدية اللي هي المشرف الاول على الحديقة العمومية اه غديقة. دونك المسألة مشتركة. مبعضه معناتها. ما تنجمش انتي تلوم حد على على حساب حده. ويقول لك انا مثلا قاعد النظف. لان انا النظف وهما يجي ويوصخوا. اه. نجم هذي رواية موجودة معناتها. باي فما ينجم اي. 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 دونك راهي دي ما هو فضاء عمومي. اه. المسؤولية لازم هتكون مشتركة لهنا زي ده يلزم المواطن يفهم ويقدر. اش معناها اليوم حيوان بك ما موجود روا موجود مش انتي تجي تتفرج فيه. وتمشي انتي وصغيراتك تهزهم يتفرهدوا شوية في الفضاء عمومي كيما هكاكا. وتبدل اه ساعة بساعة كيما اقولوا شوية تحد ولا غيره. مش معناها روا تمشي زد انتي اه تعطي الروحك الحق انك انتي تطيش حاجات في وسط الحديقة. اصلا انتي قاعد تعديت علي انا. وعلى مروة وعلى مي. وعلى اللي يسمع فينا. لكل خطر هو ما عندهم حق. في الفضاء العمومي. هذك. مش معناها انتي تمشي. اه. وتمسخ وانا نمشي غدوة نلقى الفضاء اللي انا نحب نمشي نتفرد فيه. نتفرهد فيه. نتفهد فيه مصخ. نلقاه مصخ. طبعا انتي تتحمل المسئولية اه الهنا كيف كيف زدها على السلطات سلطة المحلية. يعني الموجودة غاديكة. انها اه تراقب اكثر معناتها وانتها مش عليش اليوم تخلي الناس انها تعمل كيف في فضاء عم. رابي قدر الخير في الفين وعشرين ازيل كلمة الحاب نختم بها لغيك لليوم. رابي قدر الخير وكهو قديم ازيلنا في الفين وعشرين شهر شهر ونص يذهل لي. رابي عاجيهم على خير. كانت ايدي سيح من الغالب. يال. اسحيح من الغالب. من كمين